اشتركوا في القناة في رحلة في حياته أهلاً وسهلاً بكم ربي جيسون السلام عليكم وعليكم السلام يسرنا دائماً أن نستضيفك ثانيةً لنتناقش معاً وتشاركنا بما في قلبك وما فعله الله في حياتك سعيد لوجودي معكم أشكرك تحدثنا في المرة السابقة عن الخطيئة وأن الخطيئة تفصلنا عن الله وعن مدى خطورة الخطيئة وحدثنا عن فكرة أن الخطيئة تسبب العزلة والعزلة تفصل بيننا وبين الله وبيننا وبين الآخرين تفضل الخطيئة شديدة الخطورة فهي تؤدي إلى الانفصال وتتسبب في قطع العلاقات فهي تفصلنا وتجعلنا بعيدين عن الله وعن ذواتنا وعن الآخرين ويجب أن نحذر منها حسناً وتحدثنا أيضاً عن حل مشكلة الخطيئة وأننا نحتاج للكفارة ولمن يدفع عنا هذا الدين بالتأكيد نحن لا نقدر على تسديده فلسنا صالحين بشكل كاف ولا نستطيع أن نعمل أعمالاً صالحة لنلغي أخطاءنا أقصد أن الأعمال الصالحة لا تلغي أخطاءنا والسؤال هو كيف تطهر حياتك وتستقبل الغفران والوعود نحتاج لقربان ولذبيحة تكفر عنه وأنا أؤمن أن الكلمة المقدسة توضحه أن المسيح هو من سيدفع ذلك الثمن الذي لا يمكننا دفعه ويسوع هو هذا الشخص يسوع هو من دفع الثمن لنعود ثانية لسفر التكوين لتشاركنا بمدى خطورة الخطيئة فعندما كنت مسلماً لم أرى أن ما فعله آدم وحواء كان أمراً خطيراً هو خطير جداً فقط انظر للعالم اليوم فما يحدث سببه أن الخطيئة تسببت في كسر العلاقات الخطيئة تكسر علاقتنا بالله وتكسر العلاقة ما بين الناس أعني تأمل ما حدث مع آدم وحواء وأسرتهما فعلاقة آدم وحواء انكسرت وأما أولادهما فأحدهما قتل الآخر في قصة قايين وهابيل وكل ما يتبع ذلك ينحدر من الخطيئة حتى نصل لأيام نوح عندما اضطر الله للتعامل مع البشرية بإرسال الطوفان على الأرض لأن الأرض انتلأت بالشر والعنف والكراهية وهذا ليس الحال الذي خلق الله العالم عليه فهو خلقه ليكون حسناً وبسبب قراراتنا الخاطئة سرنا تحت ضغط داخلي فجزء من أعماقنا فيه خير والجزء الآخر فيه شر وصرنا في صراع بسبب الشجرة التي أكلنا منها شجرة معرفة الخير والشر فهي سبب صراعنا الداخلي هذا الصراع بسبب القرارات اليومية التي نقوم بها نعم يومياً وهذا يحدث على كل المستويات ليس بأن نختار الخير في مقابل الشر فحسب بل حتى ما نفكر فيه فكم من مرة ندمر الغضب في قلوبنا تجاه شخص ما ونشعر بالكراهية تجاه شخص آخر كم من مرة ننظر لشخص ونفكر بأفكار سلبية أو سيئة كم من مرة ننظر لشخص بشهوة في قلوبنا أو ندينهم في أفكارنا وفي عقولنا إذن هناك الأفعال الواقعية وهناك الأفكار ونوايا قلوبنا أمر شديد الخطورة فالخطيئة هي ليست فقط ما نفعله بل هي تبدأ في أفكارنا وكذلك في التوجهات في داخل قلوبنا قطعاً فهي تبدأ في قلوبنا تبدأ في أذهاننا وبعدها تظهر في أفعالنا هل هناك خطايا كبيرة وخطايا صغيرة وأخرى متوسطة؟ من الواضح أن بعض الخطايا تبدو أسوأ من غيرها لكن الحقيقة هي أن كل الخطايا سيئة لا يهم إن كانت كبيرة أو صغيرة فهي ما زالت تؤدي للانفصال عن الله وكسر العلاقة معه إذن ربما تكون العواقب مختلفة نعم العواقب مختلفة لكن تظل هناك عواقب للخطيئة بالطبع تختلف مخالفة تجاوز السرعة عن السرقة أو جريمة القتل لكن للخطيئة عواقب في الإسلام هناك الكبائر أي الخطأ الكبير مثل جرائم القتل أو الزنا وهناك خطايا صغيرة مثل الكاذب مثلاً أو عدم القيام بأعمال الخير مثل الزكاة فهي خطيئة أيضاً في النهاية إذا كسرت أي توصية قالها الله فهي كلها سواء كلها خطايا لأن الذي قال لا تكذب هو من قال لا تسرق وما إلى ذلك أعتقد أنك إذا كسرت إحدى الوصايا فكأنك قد كسرت كل الوصايا وعلى المستوى المنطقي إذا كنت ترتكب خطايا صغيرة كل يوم فالخطايا سوف تتركم على مدار سنوات العمر وتتحول من خطايا صغيرة لخطايا كبيرة فالحقيقة أننا نرتكب الأخطاء في كل يوم هل عدم الغفران للغير يعتبر أيضاً خطيئة؟ أعتقد أن أبرز الخطايا التي تؤثر بشكل كبير على علاقاتنا هي خطيئة عدم الغفران والله أمرنا بالغفران للآخرين والحقيقة أن الغفران ليس اختيارياً فهو مطلب رئيسي فنحن مطالبون بذلك والله أمرنا بألا نكره إخوتنا في قلوبنا وألا نحتفظ بالإساءة تجاه إخواتنا أو أخواتنا في قلوبنا فالغفران أمر أساسي للغاية إذن فعندما أقبل غفران الله لأجلي فهل سوف يساعدني هذا على أن أغفر؟ بالتأكيد فمن غفر له كثيراً كما قال يسوع المسيح يحب كثيراً فكلما نلنا الغفران وقبلناه في حياتنا توجب علينا الغفران للآخرين فمن النفاق أن نقول نعم لقد غفر الله لي لكن أنا لن أغفر لك كنا نتحدث سابقاً عن جزء في العهد الجديد الذي يتكلم عن الغفران هل يجب أن أغفر مرة أو مرتين؟ دعنا نعود معاً في إنجلي متى الإصحاح الثامن عشر كما تحدثنا عنه يبدأ الإصحاح الثامن عشر عندما أتى التلاميذ وسأل يسوع من هو أعظم؟ أو من هو الأعظم؟ كأنهم يتفخرون ثم أتى بطرس اليسوع وسأله سؤالاً محدداً هذا في العدد الحادي والعشرين حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له كيهودي مؤمن بالمسيح كيف ترى سؤال بطرس عن عدد مرات الغفران؟ كيف تفسر سؤال بطرس من وجهة النظر؟ كان بطرس يعتقد أنه شخص روحي فيقول يا رب كم مرة يجب أن أغفر حتى سبع مرات؟ ويسوع يجيب ليس سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات لماذا اخترى بطرس سبع مرات؟ هل لها دلالة كيهودي؟ نعم لها دلالة فرقم سبع هو رمز الكمال هو رقم الكمال فهو كان يفكر أنه سأكتفي بعد سبع مرات بعد سبع مرات سأبلغ الكمال هذا قدر كبير من الغفران لشخص ما فهو كان يظن أنه يتعامل كشخص روحي عندما قال سأغفر حتى سبع مرات لكن لم يكن هذا حتى قريباً بل سبعين مرة سبع مرات أي أربعمائة وتسعين مرة ما معنى ذلك؟ هل له دلالة معينة؟ نعم صحيح فاللغة العبرية هي لغة أبجدية رقمية أي أن كل كلمة عبرية لها قيمة رقمية لذلك الألف قيمتها واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة وهكذا حسناً صحيح فإذا جمعت حروف الكلمة حصلت على قيمة رقمية تكون لها دلالة روحية أعمق في المعنى فرقم أربعمائة وتسعين أولاً هو القيمة العددية للكلمة العبرية تاميم أي أن سبعة مضروبة في سبعين يساوي حصل الضرب أربعمائة وتسعين هذا صحيح وأربعمائة وتسعون إذا قسمته بحسب الأبجدية العبرية نحصل على القيمة الرقمية لماذا؟ أول كلمة هي تاميم ومعناها تاميم الكمال أو التمام نقول في العربية تمام نعم نفس المعنى المقصود أنك لا يمكن أن تكون كاملاً ولا يمكن أن تكون تاماً أو تكمل شيئاً بدون الغفران فالغفران شيء أساسي لنختبر ملأ بركتي الله في حياتنا كما حدث سابقاً في قصة النبي يوسف كان يوسف شخصاً مرفوضاً من إخوته لذلك بعوه نعم تخلصوا منه بعوه ليكون عبداً في مصر وفي النهاية نصره الله وصار لديه ابنان الأول اسمه منسة والثاني إفرايم وهذان الإسمان لهما دلالة لها معاناً فالاسم الأول يعني منسة لابن الأول يعني نسيان لقد نسيت وغفرت آلاماً ماضية وإفرايم يعني إثماراً مضاعفاً ما هو المغزى؟ أنك يجب أن تنسى وتغفر قبل أن تختبر إثماراً وبركة الله في حياتك هذا يعني أنه عندما لا يكون هناك غفران في حياتي فأنا أسير في اتجاه الماضي وسوف أخسر كل بركة سوف تأتي في المستقبل هذا صحيح كان هناك فيلم مشهور منذ فترة اسمه Weekend at Bernays عن شخص ما كان يحمل جسداً ميتاً معه أنت عندما لا تغفر فإنك تصير مقيداً بالماضي مكبلاً ومفتاحك لتصير حراً هو الغفران أن نغفر للشخص الآخر وهذا شديد الأهمية أقصد أن لا أعرف إن كان لديك علم كيف يصطدون القرد يضعون موزة في علبة فيدخل القرد يده في العلبة إذا أفلت الموزة سوف يخرج يده ويصير حراً لكنه يظل ممسكاً بها حسناً فيقومون باستيادة عندما نتمسك بالإساءة والغضب والمرارة تجاه الآخرين نصير مأصورين وعندها نصير عبيداً ونبقي أنفسنا محبوسين في هذا الأسر مما يعني أنني لو لم أغفر لشخص ما وكرهت شخصاً ما في قلبي فهذا في الحقيقة يؤذيني أكثر منه أحد أهم الأسباب التي لأجلها يجب أن نغفر أولاً هو أن الله يأمرنا أن نغفر فهو يقول بالكيل الذي به تكيلون يكالوا لكم إذا لم نغفر خطايا الآخرين فإننا لن نأخذ ملء الغفران لكل خطايانا سوف نظل في الأسر ونسبب الألم لذواتنا لننسى الشخص الآخر لحظة فنحن نسبب الألم لذواتنا إن لم نغفر وقد رأيت أن أحد أعظم الأسباب لعدم وجود شفاء وسلام في حياة الناس هو أنهم يشعرون بالمرارة والغضب ويتمسكون بألام الماضي وأوجاعه فيصيرون بلا ثمر ويفقدون البركة ويفقدون السعادة وكذلك حريتهم فهذا يعني أنني لا أحتاج فقط للمصالحة مع الله بل أحتاج للمصالحة مع نفسي بالتأكيد وهكذا أنال الشفاء الذي يساعدني على إقامة علاقات أفضل بتأكيد فعلامة الإيمان الحقيقي هي الغفران فالغفران يحتاج إيمانا عميقا وفي داخل أعماقنا نستطيع أن نغفر لأننا اختبرنا غفران الله لأجلنا وهذا يذكرني بقصة رائعة لرجل قابلته اسمه ريتشارد وينبرانت وهو نشأ في أوروبا وهو من خلفية يهودية لكنه من أدباعي يسوع وكان أيضا قصيسا وذات يوم أثناء الحرب العالمية الثانية كان يستضيف قائدا نازيا في بيته ضابطا ألمانيا وبينما كان يعزف البيانو لذلك الشخص قال له زوجتي مريضة في الغرفة المجاورة وإذا أتيت معي لأعرفك بها سترى عندها الظلام الذي في قلبك وأنك تحتاج لطلب الغفران قال ذلك للنازي؟ نعم قال له ذلك أنت المسؤول عن قتل عائلة زوجتي وزوجتي عندما ترى مدى الظلام والألم الموجودان في قلبك لن تقول لك كلمة سلبية واحدة لكنها سوف تظهر لك نعمة وغفرانا لأنها تؤمن أن الله غفر لنا وهي تعرف أنك تحتاج لنفس الغفران وتأثر ذلك النازي كثيرا فسقط على ركبتيه وبدأ يبكي وقال ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ يا رب اغفر لي كان شخصا ملحدا لكنه قبل يسوع المسيح في تلك اللحظة وقال ريتشارد وينبرانت أريد أن أعرفك بزوجتي التي تسببت في قتل عائلتها وعندما رأت الرجل بدلا من أن تتضايق أو تشعر بالمرارة والغضب وقفت وقامت باحتضان الضابط الألماني وقالت له أنت الآن أصبحت أخا لي تخيل معي كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ وهذه ليست قدرة بشرية؟ نعم ليس بشرية لكن هذا هو غفران إلهنا الرحيم هذا ما يصنعه غفران يسوع في قلوبنا ويمكن أن نصير مثله مع الآخرين وهو أمر خارق ويمنحنا حرية عظيمة وسلاما ومحبة وبركة في حياتنا حسنا أتمنى أن تصلي معنا فكما تعرف هناك أشخاص كثيرون يكرهونك لمجرد أنك يوما ما كنت يهوديا لأنك تأتي من تلك الخلفية لذلك هل سوف تصلي؟ هل ستغفر لشخص كهذا؟ هل ستقبل شخصا كهذا؟ أنا نفسي كنت أحد هؤلاء أتعرف؟ وأود كثيرا منك الآن أن تقودنا في الصلاة صلي لكي يغير الله قلوبنا ويساعدنا لكي نصل لذلك القدر من الغفران فهو غفر لنا لكي نغفر للآخرين ولكي نقبل بعضنا بعضا هل فعلت ذلك؟ نعم بالتأكيد لكني أولا أريد أن أقول أنا أحبكم جميعا وكذلك أنا أقدركم ومهما كان رأيك عني أو عن الشعب اليهودي أود أن أقول لك أنا أباركك بمحبة الله أباركك بسلام الله سأصلي معكم الآن في لحظات يا رب أنت علمتنا أننا عندما نصلي لكي نطلب منك غفران ذنوبنا يجب أن نغفر نحن أيضا لهؤلاء المذنبين إلينا وأنا أصلي الآن لأجل أي شخص قد اختبر مشاعر الرفض أو قد اختبر الألم وتعرض لمعاملة سيئة أو للإذاء من يتمسكون بأي شيء في حياتهم ربما يمنعهم من اختبار عظم محبتك ونعمتك وغفرانك أنا أصلي الآن أن يتركوا ذلك أن يتخلوا عن تلك الإساءات ويتخلوا عن تلك الآلام أيًا كان من تسبب في إيذائهم الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل مهما كان نوع الإساءة التي فعلها الشعب اليهودي يا رب أصلي لأولئك الأشخاص أن يغفروا وأن يطلبوا الغفران وينالوه نعلم أنك تحبهم وأنا أحبهم ونصلي معاً الآن أن يتركوا الإساءة وينال الغفران الذي تمنحه لنا في يسوع يسوع مسيحنا آمين 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 لكنك تعلم أن المسيحية ليست ديانة بل هي علاقة فعندما نلجأ لله سوف يساعدنا في التغلب على كل مرارة فنصير أفضل تماماً فأنا قد رأيت كثيراً من الناس الذين يعيشون حياة تعيسة لأنهم لم يتعلموا أن يغفروا هناك طبيب كتب كتاباً بعنوان ما الذي حدث للخطية وكان معالجاً نفسياً كان طبيباً نفسياً وقال إنه إذا تمكن من إقناع مرضاه بأنه قد غفر لهم فقد يخرج أكثر من سبعين بالمئة منهم من المستشفى دون أي انتظار سوف يتمكنون من مغادرة سرير المرض فقط إن آمنوا بأنهم نالوا الغفران وتخلصوا من ذنوبهم أتعلم؟ أعطاني الله حلماً أثر في حياتي بشدة حلمت أني في أحد المطارات ومعي تذاكر الصفر وفي طريق للطائرة وبينما كنت ذاهباً للطائرة استدعوني لمكان حجز التذاكر وأخذوا تذاكري وقطعوها وعطوني تذاكر أخرى وعندما نظرت للتذاكر كانت للدرجة الأولى ومجاناً قلت رائع فرصة رائعة وحصلت عليها مجاناً ثم لحظت أن حقيبتي الجميلة وهي حقيبة كنت اشتريتها عندما تخرجت من الجامعة لم تكن موجودة قلت يا رب شكراً على التذاكر لكن ماذا حدث لحقيبتي؟ ثم عدت وسألت عن حقيبتي فقالوا ليست لدينا فسألت الله ماذا يحدث؟ وأجابني قائلاً يا جيسون لا يمكنك أن تحصل على تذاكر أفضل وتأخذ معك الأمتعة القديمة لا يمكنك أن تخطو للمستقبل إذا كنت متمسكاً بالآلام والجراح يجب أن تتخلى عنها يجب أن تتخلص منها وإلا فلن تحصل أبداً على ملء المحبة والبركة التي أعدها الله لك هذا مهم حقاً لأننا إذا عدنا لرقم أربعمائة وتسعين في متى تمنتاشر فأربعمائة وتسعون ليست القيمة الرقمية لكلمة كامل فحسب بل هي القيمة العددية لكلمة بيت لخام بيت لحم أي بيت الخبز بيت لحم في العبرية معناها بيت الخبز ويمكننا أن نرى الصلة بين الخبز والغفران لأن المسيح قال خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في الصلاة الربانية واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن؟ للمذنبين إلينا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا فالخبز أولاً ثم الغفران أنه كما أن الإنسان لا يمكن أن يحيا جسدياً بدون خبز لا يمكن أن نحيا بدون غفران لا يمكننا أن نحيا بدون خبز الغفران لا يمكن أن نعيش إن كان الله يراقب الآثام فمن يستطيع أن يحيا؟ لا أحد لا أحد يستطيع أن يحيا ولذلك أرسل المسيح المولود في بيت لحم الذي أطلق عليه خبز الحياة لخم خيم أي الخبز الحي وكيف نحتفل بغفرانه الذي وهبه لنا؟ نتذكره من خلال الخبز والخمر فجسده المقصور لأجلنا هو جزء من الرمز بأنه خبز الحياة فالخبز كسر حتى ننال الغفران وحتى نصير أحراراً ونصير كاملينا مرة أخرى إذن فالسبع مرات في سبعين هي كلمة تمام التي تعني الكمال وتعني أيضاً خبز الحياة أي يسوع المسيح فيجب أن نقبله ليساعدنا على الغفران وهي مرتبطة أيضاً بمبدأ هام جداً وهي الفكرة الموجودة في الكتاب وهي اليوبيل أي سنة اليوبيل سوف نجد في العهد القديم في سفر اللاويين أنه بعد مرور كل خمسين سنة تسقط كل الديون ويطلق العبيد أحراراً وترجع الأرض لملاكها الأصليين من كانوا يمتلكونها يعود المراث لأصحابه السنة الأربعمائة والتسعون هي أكبر يوبيل فبعد الأربعمائة والتسعين تأتي الخمسون وهي الغفران إذن عندما نغفر فإننا نصنع اليوبيل نعم كما نطلق عليه في العربية اليوبيل ونحتفل به بالتأكيد ووقتها تغفر خطايانا وذنوبنا كلها أيضاً ونحن نمنح من نغفر له ما أخذناه من الله قبلاً فنعطي هذا الإنسان بشكل شخصي يوبيلاً لأننا هكذا نعتقه ونقول له لن نذكر الماضي مرة أخرى أنت حر وأنا أمحو كل دين لي عندك فإساءتك لي أنا أمحوها وأنساها انتهى الأمر وهذا هو أعظم مظاهر الإيمان أن يغفر لنا ونغفر نحن للآخرين وأيضاً جزء من الغفران هو عدم السعي للانتقام واو واو فلا نسعى للانتقام أو نرد للأشخاص ما فعلوه بحقنا مثل ما حدث في قصة يوسف فإخوة يوسف رموه في البئر ورفضوه وأخبروا والده بأنه قد مات لم يهتموا بما قد يحدث له وعندما صار ثاني أقوى رجل في مصر غفر لإخوته ولم يحاول الانتقام منهم ولم يحاول أن يؤذيهم وقال أنتم قصدتم بي شراً والله قد حوله إلى خير وأنا أغفر لكم واو كان يمكن أن ينتقم منهم أو يزج بهم في السجن أو يتركهم يموتون جوعاً ولا يعطيهم تعاماً كان يمكنه أن يفعل أي شيء يريده وأعتقد أننا عندما نتعرض للإساءة نريد الانتقام الانتقام خطأ يجب أن نتعلم أن نغفر واو واو آمين ما قلته للتويء الثرفية بشكل شخصي فأنا تذكرت كثيراً من الأشياء التي يجب أن أتخلى عنها شخصياً وإن لم أفعل سوف تكون الحياة صعبة حقاً سوف يغير الغفران حياتك منذ عدة أعوام ظننت أني وجدت وظيفة أحلامي وكان من عينوني أشخاصاً قريبين مني أصدقاء مقربين لكنهم في النهاية أنهوا خدمتي ولم أكن أعرف كيف سوف أعول أسرتي وأيضاً قالوا لي كلاماً جارحاً للغاية وذات يوم قال الله لي يجب أن تكتب لهم خطاباً وتطلب منهم المغفرة فأجبته أنا أطلب الغفران هم من يجب أن أسألوا الغفران مني فأنا لم أختف في حقهم بل هم المغنبون هم المغنبون نعم لكني سمعت الله يقول في روحي أتريد أن ترضي نفسك؟ أم تريد أن ترضياني؟ أتريد أن تكون على حق؟ أم تريد أن تكرمني؟ وكتبت لهم خطاباً وكان أحد أفضل الأشياء التي فعلتها وشعرت أن الله باركني كثيراً وامتلأت بسلام مختلف وبحرية بسبب ذلك لدينا دقيقة واحدة متبقية وأود منك أن تخاطب مشاهدين هؤلاء الذين يعيشون بلا غفران للآخرين سواء كانوا والديهم أو أزواجهم أو زوجاتهم ماذا تقول لهم؟ أولاً أريد أن أشجعكم الآن ما لم تغفر لن تتحرر أبداً إذا أخذت القرار اليوم بأن تتخلى عن الماضي فسوف تستطيع أن تخطو بالكامل نحو المستقبل الذي أعده الله لك عليك أن تقبل غفران الله المعطى لك في يسوع المسيح فهو سدد ديونك وهو محصك وهو يحبك وقد غفر لك ولأجل ذلك لديك القدرة على الغفران للآخرين وعلى البداية في اختبار التجديد والبركة التي لدى الله والله سيحول كل مرارة في حياتك إلى شيء جميل إن كنت مستعداً للغفران والتسامح كما فعل لأجلك ولأجلي آمين ربي جيسون شكراً جزيلاً يا أخي شكراً لك وأنا أيضاً أشكرك لوجودك معنا من الرأي عنك أشكرك شكراً إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة وأود تشجيعكم اليوم أطلبوا الغفران لا الانتقام وافتحوا قلوبكم لله وقولوا يا رب كما غفرت أنت لي وهبتني فرصة جديدة سأعطي زوجتي فرصة جديدة سأعطي جاري فرصة جديدة سوف أعطي أولادي فرصة جديدة وخاصة الذين أساوي إلينا بشدة وأعتقد أن معظم مشاكلنا كثير من المشاكل عندنا أعتقد إذا عدنا لمبدأ الغفران أن نسامح بعضنا وأن نقبل بعضنا بعضاً كثير من مشاكلنا سوف تحل من تلقاء نفسها أتمنى من قلبي باسم يسوع المسيح أن يعطيكم حياة وأن يساعدكم على الغفران والنسيان وأن تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر